موسيقى متابعين الكرام في انولوك عربية السعودية أصعد الله وقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم أجواء مستقرة عموما في أغلب ومعظم مناطق المملكة متوقع يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يبدأ تأثر المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بحالة مطرية أسباب هذه الحالة المطرية سنجدها عبر هذه الخرائط الجوية التي تشير وتبيننا تحركات درجات الحرارة والكتل الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا هذه الخرائط اليوم الاثنين فكما نلاحظ هذه التموجات تعني ارتفاع درجات حارة في طبقات الجو العليا ولكن اعتبارا من يوم الأربعاء هذا اللون هو لون درجات حارة منخفضة في طبقات الجو العليا يتوقع أن يتحرك تدرجيا باتجاه المملكة هذا هو الهواء البارد بهذا الألوان يتحرك بمشيئة الله تعالى داخل المملكة يومي الخميس والجمعة اقتراب هذا الهواء البارد باتجاه المملكة يعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة بطلاقها مع منخفض البحر الأحمر القادم جنوبا بمشيئة الله تعالى كما سنلاحظ في هذه الخريطة التي تشير لامتداد منخفض البحر الأحمر باتجاه المملكة نشوء منخفض الجوي قبل أن يتحول لميسمة بمنخفض الجوي جبهوي أي أنه مرفق بجبهة هوائية باردة تأبر هذه المناطق يوم الخميس وتصل إلى أكثر مناطق جنوبا يوم الجمعة وهناك فعالية رعدية من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة تتركز هذه الفعاليات بالدرجة الأولى في اللون الأحمر على مرتفعات تبوك والمدينة المنورة والسواحل الغربية أو الشمالية الغربية المطلة على البحر الأحمر وبعض الأجزاء الشمالية والحدود الشمالية يأتي في اللون الثاني أو المرتبة الثانية اللون الأخضر القاتم الذي يأتي في المرحلة الثانية من حيث القوة والغزارة ثم يأتي المرحلة الثالثة باللون الأخضر الفاتح وهناك توقعات بامتداد تدريجي لهذه الحلقة قد تصل العاصمة الرياض في وقت لاحق بمشيئة الله تعالى هذه الحالة المطرية أيضا مترافقة مع حدوث موجات غبارية يوم الخميس تركز في المناطق الوسطى مثل الدوادمي وحائل والقصيم وأيضا مدينة جدة المتوقع أن تنشط بها الرياحة الجنوبية النشطة الأمر في السيام على إثارة الأكتب والرمال بشكل لافت في منطقة مدينة جدة وما حواليها من مناطق بالإضافة لأقصى المناطق الحدود الشمالية مناطق الجوف والقريات وأجزاء من الطريف هذه المناطق أيضا متوقع عليها أن تحظى ببعض الموجات الغبارية يوم الجمعة مع اقتراب الجبال الهوائية الباردة باتجاه المناطق الوسطى يتوقع بمشيئة أن تشتد موجات غبارية قد تكون كثيفة في هذه المناطق مناطق القصيم شمال الرياض وتصل حتى على العاصمة الرياض وجنوبا ربما وادي الدواسر مع أيضا بعض الغبار في منطقة ومدينة جدة بمشيئة الله تعالى أما فماذا عدنا للحالة الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض فالأجواء مستقرة عموما درجة حرى عشر درجات مئوية والأجواء غالبا صافية بوجه عام وفيما إذا ذهبنا إلى توقعات درجات الحرى العظمى متوقع الثلاثاء والصغرى الأيام الليلة التي تلي القادمة تكون كالتالي في سكاكا 23-14 رعر 21-12 وفي تبوغ من 25 إلى 10 درجات مئوية المناطق الغربية مكة المكرمة 34-21 الطائف 25-14 المدينة منورة 27-15 وفي جدة من 31 إلى 22 درجة مئوية في المناطق الجنوبية في جزان 28-24 أبهة 23-11 وفي الباحة من 20 إلى 14 درجة مئوية أما في المناطق الشرقية في الإحساء تكون درجة حرى 24-11 الدمام 24-13 وفي حفر الباطل من 23 إلى 12 درجة مئوية ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى 24-11 في الرياض 25-13 في بريدة و24-11 في حائل قبل الختام توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون إذن الثلاثة 24-11 الأربعاء 27-13 والخميس 27 إلى 14 درجة مئوية مع حالة مطرية كما ذكرنا يوم الخميس في مناطق واسعة لكن الرياض لا تكون في تلك الحالة في ذلك اليوم هذا كان كما دينا في هذه النشرة شكرا لكم جميعا إلى اللقاء اشتركوا في القناة